العنب المصري بدأ الموسم القطف بتاعه في المزارع بدأ أيضا جني المحصول اللي بيبدأ تأجيزه ووضعه في الأقفاص من أجل طرحه في السوق أو تصديره للخارج موسم جني العنب جاء وسط حالة كبيرة جدا من البهجة والفرحة ما بين المزارعين بسبب هذا المحصول الجديد خلينا نجمع الظروف السنة دي فعلا يعني بالنسبة للعنب والأصناف اللي هي الحلويات كانت مبشر فعلا للإنتاج السنة دي ما شاء الله بدأ بدري تقريبا من نصف أربعة في الأسواق وخاصة الأصناف اللي هي المبكرة النود من ناحية الجودة ما شاء الله لسه تتبع من العملية التزوق بالوقت نسبة السكر بالنسبة للاستخدام اللي هو التسويق بتاعنا ما شاء الله تقريبا نسبة السكر تعديل لـ 22 القطر نفسه تقريبا هو المرغوب بالنسبة للأسواق المحلية العنقود طبعا بالمواصفات بتاعتنا ما شاء الله يعني زي الفل كل الإنتاج بيقول إن شاء الله يعدي ما بين 11 لـ 12 إن شاء الله إحنا الحمد لله رب العنب شجرة بتحتاج شغل طول السنة عشان كده لازم ندي للشجرة كل العناصر اللي هي بتاخدها من حديد وزنك ومانجانيز وبوتاسيا وفوسفور وكالسيا وماغنيسيا كل العناصر اللي هي بتبقى لازمة للبني آدم إحنا بنيديها للنبات نبدأ نربي العنقود لحد ما يوصل للشكل ده العنقود طبعا بيطلع زي عقلة الصباة تمام؟ وبعدين شوية 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 وبعدين تشوف بقى نعمة ربنا العنقود ده عشان يلون بالشكل ده ده محتاج مجهود كتير ومحتاج يعني هنقول تفاصيل كتير قوي ومحتاج خمات عالية قوي علشان نوصل بالمنتج اللي يستاهل إن المستهلك المصري يستهلكه إحنا طبعا مدريت الزراعة الشرقية بتقدم عملية إرشادية للمزارعين عندنا قسم البساتين بيتابع مع المزارعين لحظة بلحظة أي أمراض أي عملية إرشادية بتتم من خلال المدرية أي مساعدة أي مكافحة بتتم من خلال المدرية وفيه مرور شبه يومي ومتابعة مع كله نحن حصرين المساحات دي على مستوى الشرقية كلها بلحظة 36,650 فدان حصرينهم كلهم ومتابعينهم ومعظم المزارع مكودة وعلى تواصل يومي مع قسم البساتين عندنا والمتابع اشتركوا في القناة